اشتركوا في القناة تحدثنا في قضية ايخمن وماذا تعرف عن ايخمن؟ كان مسؤولا عن جرائم ارتكبت بحق اليهود وقامت اسرائيل باعتقاله اخبرني كوهين بانه مهتم بالبحث عن مساعدين اخرين لايخمن يعيشون هنا في دمشق وما علاقة روزيل بالامر؟ لا انه الماني يعيش في دمشق انه شخص طيب لا اكثر ولا اقل وهل كنت تعلم ان اسمه الحقيقي راد مايخر وانه ضابط نازي سابق؟ لا ابدا يا سيدي سيد كوهين اخبرني الان هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق؟ ام انك كنت تبحث عن شيء اخر؟ الحادي عشر من مايو ايار عام الف وتسعمائة وستين انطلق المساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس ايرس الهدف جلب اهم المطلوبين النازيين حيا ادولف ايخمن رئيس جهاز الاس اس النازي المسؤول عن ابادة الاف اليهود ابان الحرب العالمية الثانية وصلت المجموعة الى الارجنتين وبعد الرصد والتحري دخل العصفور الى القفص وبات ايخمن في قبضة الموساد ثم طاروا بصيدهم الثمين الى تل ابيب كان وقع العملية مفسعا لأولئك النازيين المتوارين خاصة وان اسرائيل قد اعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم كان على رأس القائمة النازية اسم غامض ظل الموساد في اثره اكثر من اربعة عقود متواصلة لويس برونر مساعد ايخمن وذراعه الايمن الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة الى اسرائيل تشير الى ان برونر يختبئ الان في دمشق في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل خاصة بعد ان تمكن عبد الناصر من ضم سوريا الى مصر لذا قرر الموساد ارسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودياً عربي وصل للتو الى اسرائيل قادماً من مصر كان من ابناء مدينة الاسكندرية كان من ابناء مدينة الاسكندرية حيث ولد ونشأ اسمه الياهو كوهين الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين جاسوس الموساد الاكثر شهرة في تاريخه سينطلق في مهمة زرية الى دمشق لقد كان الاسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية والكثير من الأساطير تروى عن قصته لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع إلا إذا توفرت وغالباً لم تتوفر أدلة موثقة من كلا الطرفين ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب سيحدث أيضاً أسطرة إلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر طبعاً ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة حتى من الجانب السوري جعلوه أسطورة بمعنى أنه جاسوس خطير جداً وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه الحقيقة طبعاً ألقوا القبض عليه وهذا إنجاز من الأجهزة الأمنية السورية آنذاك لكن لو وضعنا إلي كوهين في حجمه الحقيقي سنرى أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط بل جاسوس فاشل إلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره ولد في الإسكندرية عام 1924 يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل في مصر كان إلياهو أو إلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون أو ما عرف حينها بفضيحة بن حاس لفون خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية لكن سرعان ما اكتشف أمرها فاعتقل عدد من اليهود المتورطين كان من بينهم إلي كوهين لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله إذ لم تكن إسرائيل أرض المعاد التي نشدوها في خيالهم وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية السيدة ناديا مخايل المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق أعلم أنك تبحث عن عمل وأريد أن أقدم لك عرضاً إنها وظيفة مثيرة للاهتمام ستسافر كثيراً لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون سندفع لك مئتي دولار وسندربك لستة أشهر بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب لا أظنه انضم إليهم هكذا منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصبع عينهم لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في الثالث عشر من شباط فبراير سبعة وخمسين أي بعد خمسة أيام من وصوله إلى إسرائيل كان إلي قد تقدم بسيرة ذاتية من ثماني صفحات باللغة الفرنسية وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر تحديدا عن علاقته بقضية لاظون ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها وكانت حوالي سبع لغات وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية ووقع بعدها على طلبه وبعد عامين من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إلي كان قد تقدم الامتحانات الموساد بحثا عن وظيفة لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة فتم استبعاده مائير عميت مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة فلم يجد شخصا مناسبا أندهت طرى أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين فوجد إلي كوهين الذي كان الاحتمال الوحيد أمامه بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه أصبح الدكتور جورج فيشر لم يكن برونر النازية الوحيدة الذي فر إلى دمشق بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق أنا أكبر منك سناً وأعرف الحياة أكثر منك لا يوجد مخرج آخر لقد أحضره إلى إسرائيل لكن ربما يمكننا تحريره أنت مجنون ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟ من يدري؟ علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور كان ذلك الرجل يدعى فرانس رادي ماخر ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق كان رادي ماخر يترأس مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير مهمة إيلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم ومن بينها دمشق كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب انتبه سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية عليك أن تقيم علاقات محلية ستحصل على أوراق مواطن سوري لماذا؟ أعطوني أوراق مصرية أعرف كل شيء عنها مستحيل لديك ملف أمني لدى المصريين سألت نفسي مئة مرة هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكدا تماما لقد أظهرت له أنه محل ثقتي ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول رغم ذلك مضينا نحو المهمة علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب وهي عدة أذرع لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين ولديك أيضا العمليات الخاصة أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعا الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة لذا ستحتاج إلى الجواسيس الجواسيس هم درة التاج الأكثر مصداقية يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين ستسمع ماذا يتحدثون وكل هذا يعطيك الصورة وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما ستختاره بعناية ليتحمل الضغطات الهائلة المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها بل كانت مجموعة من الأهداف من بينها اكتشاف الوضع السوري داخليا زمن الوحدة إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن لكن أحد التقارير الذي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا حسناً اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت أمك سعيدة إبراهيم والدك سورياً ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان تذكر أسرتك سوريا وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين تحديداً عام 1947 في عام 56 توفي والدك وبعد ستة أشهر توفيت والدتك ثم عشت وحيداً لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً تذكر أنت كامل أمين ثابت السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه المرحلة الأولى ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا وسيعطيك أوراق ثبوتية جديدة سيتكفل بكل شيء لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية التدريب لكن المؤكدة أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة كان ذلك في شمال إسرائيل في منطقة الجليل تحديداً حيث عاش مع عائلة من أصل سوري بعدها ذهب للأرجنتين حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين فبنى شبكة صداقات جيدة هناك كل ذلك كان أساساً للانتخال في نهاية المطاف إلى دمشق أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت ما لبث كوهين أن تعرف بعبداللطيف الخشن أحد أبرز الوجوه السورية في بوينوس آيرس كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين وفي الثامن والعشرين من أيلول سبتمبر عام واحد وستين أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا مطلع العام اثنين وستين أصبح كل شيء جاهزاً وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق ثم حانت ساعة الصفر لديك محطة أخيرة في ميونيخ سنرسل معك بعض الهدايا كيف سعبر بها إلى سوريا؟ لا تقلق لقد رتبنا كل شيء ستذهب من جنوى إلى بيروت وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا إنه ماجد شيخ الأرض أحد الألغاز في قضية كوهين كان على المساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة ثلاث سنوات في دمشق لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً تزوج من يهودية مصرية وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً من ملفة المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين وفعلاً عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق وسط دمشق وفي حي أبو رماني اختار منزلاً فخماً كان مطلاً على قصر الضيافة الرئاسي ترجمة نانسي قنقر ومن وسط دمشق أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان شفراً من رقمين اثنين فقط ثمانية وثمانين وتعني وجدت بيتاً لأسكن فيه في دمشق ثم ابتدأت المهمة كان وضعاً هشاً في دمشق فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيراً كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعاً صعباً نتيجة الوحدة مع مصر وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين كل ذلك سهل الطريقة على مهمة كامل أمين ثابت المليونير القومي العائد إلى الوطن الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب انطلق الجاسوس في العمل والبداية كانت من نجلي كمال الخشن الشخص الذي التقاه في الأرجنتين والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معد زهر الدين ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكرياً تمكن منه كوهين بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك الضابط ملازم أول اسمه معد زهر الدين الملازم أول بالجيش السوري يعني شو بد يكون عنده معلومات يعني مثل عريف اليوم بجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري لا يمتلكوا الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد كانت مصادره كثير ضئيلة يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين أنه ما كانت المعلومات الهائلة لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار لم يكن قد أصبحوا عمر لا إله ضباط الكبار خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف الذي كان مصدراً مهماً بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام المفارقة أما جورج سيف قد استضاف كوهين شخصياً أكثر من مرة عبر أثير دمشق إنه ما هي مصادر المعلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سيف كان يعطيه يومياً ما يسمى خصات الصحف تقرير الصحاف اليومي ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق والتالي استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك طبعاً قيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخرين وصله الخبر عن طريق جورج سالي بثه إلى إسرائيل تانيون طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية هنا تنبه السوريين من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل يعني مع أنه في عميل إلهم في جاسوس وهذه الأخبار ليست ذات أهمية لأنه إذا لم تضع اليوم ستضع بعد عدة أيام يعني تصبح مجانية وهذا دليل عدم الاحتراف لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً انقلاب الثامن من آذار ثلاثة وستين والذي حمل البعث إلى الحكم البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً يعني موضوع حزب البعث أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في دمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب وما في شخص دخل الحزب إلا أن ما هو معروف من قبلنا بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة لأنه بده مر بمراحل طويلة أولاً لازم يكون مؤيد ثم نصير ثم عضو عامل ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي وهذا الشخص شو العلاقة الحزب بشخص من هالنوع وما الفائدة منه يعني كشخص مخترب والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات هذا كلام أعتقد هرأ يعني لا يستحق الجواب عليه في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متوارياً لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة حيث غدا مقرباً أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا فتعهدوا له بمزيد من الحماية من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه عوانه في ذلك ماجد شيخ الأرض كان القاضي قد سأل ماجد هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو الاسم المستعار للضابط النازي رادي ماخر صديق لويس برونر يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاء جمع ثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق وإن الحديث دار حول آيخمن ومساعده برونر وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه لكن المساد وفي لحظة معينة لم يعد اكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى رادي ماخر كان مصدرا لشرطة الأمن السورية فقد أصبح النازيون مقربين في الوقت نفسه كان إلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض والذي كان صديقا للنازي رادي ماخر لكن باسم آخر كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي وفورا ترتب اللقاء بعد أربعين دقيقة تم اللقاء الثلاثي في شقة أعتقد أنها مخبأ رادي ماخر المفاجئة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالبا في نفس اللحظة أثنان منهم كان معروفين لهم الأول رادي ماخر نفسه والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوبا على المخابرات الأمريكية لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالا كبيرا لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة أعتقد أن هذا كان خطأا ارتكبه كوهين فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صحيوني شو مغاقلت يوني أواخر عام ثلاثة وستين تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت ربما بسبب التغييرات التي تحصل اتباعا في سوريا أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق الأمر الذي بعثر مهمة كوهين فلم يعد هناك هدف محدد بعينه عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره لكن ذلك لم يكن سوى غيظاً من فيض نعم بالطبع أصبح صديقاً لأمين الحافظ وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه مع الزهر الدين وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إلي في محاكمته هذا لم يعد سراً لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي الكلام الذي قيل أنه إلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق هذه الأكاذيب التي صيغت أين ذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق ولا في شيء يعني يثبت أنه إلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية الشيء الوحيد الذي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن هذا اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصاً مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ يعني من الحدود السورية بالصدفة اتقى بهذا المهندس والمهندس يفتكروا أنه فعلاً رجل سوري ثري ووطني وإلى كري وأخبره وطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل وقامت إسرائيل بقصف المواقع مواقع التحويل وأجهد المشروع نجحت إسرائيل في إجهاده أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يصبحوا بطبرية على الشاطئ الشرقي والجولان كان مليء بالسكان والقرى الناس رايحة جاية طبيعي جداً أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة حتى لو صور حاله أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لقي ما أمنية لها هناك معلومة متداولة غير صحيحة قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح فكوهين كان موجوداً في شهر أغسطس آب عام واحد وستين بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس برأيي أنها قصة يجب فحصها والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقاً أسوريون طوانين وأمين لخافظ طوان أنه في عالم لا نفغش إطلاقاً ما أفعل ذلك يجب أن يفتح مطلع العام خمسة وستين قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها ثلاث سنوات متقطعة وبات كشف هويته مسألة وقت السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها يومها تدخل السوفيت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل موسيقى وبعد الرصد والمتابعة اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبساً موسيقى لما السفارة الهندية كانت عم تبس بالراديو رسائلة صار في تشويش عليها فإجت تشكت للمخابرات العسكرية إنه في تشويش على البس تبعنا رجاء شوفوا لنا إياه فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع واستطاع فعلاً أول شي عن طريق استأجروا بيت بالبناية ثاني شي صاروا كل يوم المساء وقاتل بس يقطعوا الكهرباء عن أبارتمن بأبارتمن لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي إلا اهتدوا على الأبارتمن تبع إيلي كوهين وعرفوا إنه من هون عم يطلع البس عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام وتوالت الأسئلة سريعاً هل كان شخصاً بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق وعلى إثر موجات الخوف والشك تم اعتقال تسعة وستين شخصاً بينهم سبع وعشرون امرأة من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي كما اعتقل الملازم غذ زهر الدين والصحفي جورج سيف كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم يعني مو معتادين نحن بسوريا أنه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع بهالشكل اللي يحتك فيه هو ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري يعني رغم أنه عدد الأصدقاء الخلص كانوا ثلاثة أربع مو أكتر يعني في إسرائيل لم تكن الصدمة أقل من ذلك فورا فرض الموساد تعتيما شديدا على القضية ومجرياتها علّهم يتمكنون من إنقاذه عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إلي كوهين فيما استمر التحقيق أيام طويلة محاكمة كوهين محاكمة كوهين طبعا عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري ووضع في مكان عسكري إلى جانب أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بمعسكرات القبض وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسلمان العلي ومحمود حمرة لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى جمهور عبر وسائل الإعلام وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة وكل الأشخاص التي تصل فيهم كوهين مثلوا أمام المحكمة في قفص الاتهام كلهم بدون استثناء حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة جميع كانوا موجودين في قفص الاتهام في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التخطية أعني أنه تمكن من تضليلهم قال إنه هارب من عائلته ولديه مشاكل ولا يمكنه الحديث كان السوريون على ثقة أنها عملية تجسس لم يصدقوا أنه لوحده أمين الحافظ وبعد يوم جاء الرئيس أمين الحافظ الذي قال إنه لا يبدو عربياً فطلب منه قراءة الفاتحة بالطبع إلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي وبعد أيام اعترف أن اسمه إلي كوهين يسكن في باتيام وزوجته نادية ولديه ثلاثة أطفال وأخيراً صدرت الأحكام حكم على كل من جورج سيف ومعد زهر الدين بالسجن خمس سنوات أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن عشر سنوات لكن هدو فيها بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة فيما صدر قرار بإعدام إلياه كوهين شنقاً أعتقد أن إلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري لكنه لا يعد خائناً إنه جاسوس ولا يعد الجاسوس خائناً لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده لم يكن إلي عميلاً لقد كان جاسوساً في الثامن عشر من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة كانت لحظات أخيرة سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه حبيبتي نادية أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة المخلص إلي وعند الساعة الواحدة فجراً علقت المشنقة في ساحة المرجع وسط دمشق وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم لا تقلق إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين جاء أن زوجة الجاسوس ناديا كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه حيث كان في مهمة مشتتة وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا إلا أن الموساد كان يرفض ذلك كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق ويقول ضابط يدعم موط كفير وهو أحد العاملين في الموساد حينها إنه حذر كوهين من البروز الزائد الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره لقد تم القبض عليه وهذا يعني أن هناك أمراً غير جيد قد حدث ما كان يجب أن يقبض عليه إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين بالطبع تم اعتقاله لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقالقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه ولم يكن هذا في صالحه حتى إنني اختبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائل لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً أرسل رسالة تتعلق بآداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالاً كبيراً لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كدان أصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟ لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب كونك رئيس المحكمة هل مريست عليكم ضغوط لإطلاق صراح كوهين؟ لم يكونوا جديين في إطلاق صراحه وتخليصه كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب سقط كوهين في دمشق في المقابل لم يسقط لويس برونر النازي الوحيد الذي بقي في دمشق والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد لقد نسج برونو أو الدكتور فشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حملت توقيعه لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل؟ فتغيرت المهمة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر